أنا ست الجدعة اللي وقفت جنب جوزها اتجاوزته بعد أحلى قصة حق كان موظف أمل يهدوك بياخد خصومي جنيه ورغم كده كنت عايشة به وعمري مش تكيد فضلت وقفة جنبه ومستحملة كان بيعد علينا أوقات مش بنلاقي فيها حتى لعيش لحاف ناكله كنت سعيدة وراضية وعمري ما حسسته أني ناقصني حاجة وواحدة واحدة جوزي وقف على رجله واشتغل في شركة كبيرة ومرتبه بقى كبير وحياته بقى تمت يسر وربنا قرمنا وقرم أولادنا لكن صحيح الإنسان ما بيملاش عينه وغير الطراب كنت دايما فكرة أني جوزي مقدر وقفتي جنبه طول السنين اللي فاتت كانش عيني فوق راسه طبعا هو فيه راجل ينسى وقفت مراته الجدعة جنبه لحد ما عرفت الحاجة اللي هزت كان وتهز كان أي ست حسن جوزي في الفترة الأخيرة كانت أحواله غريبة بيتأخر كتير ولما سأله يقولي عندي شول كتير ولما يجي من الشغل يادوب يادوب كان بيتغده وينزل تاني بحجة أنه رايح يقبل صحابه والأغرب من كده كان بيقعد بسعادة في البيت ماسك الموبايل ومبيسيبهوش وكان عامله باسورد كان بيحاول يخبي حاجة مش هايز نعرفها وكأي زوجة مصرية أصيلة الشك دخل في دماغي وقررت تدور وراه وأعرف ما خبي إيه حاولت أفتح موبايله لكن للأسف لا إسم لقيته عامله باسورد ببصمة صوابع يعني خلاص كده مش هعرف أشوفه ومخبي إيه لا عالمين هفتحه يعني هفتحه خليته ناين في هزي النوم وقربت منه بالراحة ومسكت أسبوع وفتحت الموبايله ببصمته وحمدت ربنا أنه نومه تقيل أصلا وما حسش بي ولما فتحت الموبايل وشفت الرسائل اكتشفت المصيبة اللي هزتني من جواي جوزي اتجوز علي أيوة جوزي أنا عارس جديد ما بقلوش كم يوم يعني لما كان بيتأخر بيقول أنه كان في الشغل كان بيدحك علي وعند عرصه الجديدة شفت رسائل الحب والغرام بينهم ولكنهم اتنين حبيبا اتجوزوا بعد قصة حب أبو العيال عامل لي فيها أحمد عز النار قادت قوية لكن فجأة حسيت بحركته جاية علي سبت الموبايل بسرعة بعد ما قفلته زي مكان وهو كان بيدور عليه زي المجنون اللي روحه رايحة منه وأول لما لقاه اتنهد وخوض نفسه قصلي وقال لي ملك يا هد انت قويسة سجدت شوية وقدمت حسرت جواي وقلت له اي حسن كويسة قال لي طب انا خرج مع صحابي شوية وراجع بصت له وسجد وقلت لنفسي الصحابة ببقتي وكتاب وخلاص عرفت اللي فيها عرفت اللي فيها يا جوز لتنين بعد ما خرق بركان الحزن اتفجر جواي فضلت اعيض وقل كده كده يا حسن كده يا ابو عيالي يا عمر اللي فات بعد عشر كل السنين دي ده جزت وقفتي جنبك جزت حبي ليك ده انا عاشت معاك المرة قبل الحل وعمري مش تكين اخرت هتتجوز علي وجرت على دولابي قلمت هدومي ودوم عيالي خلاص مش اعتله فيها خل العروسة جديدة تشبع بي بعد ما لمت هدومي وكنت هاخرخ خلاص واسيب البيت شفت صورة فرحي معاها متعلق على الحيطة وقفت مكاني وتسمرت ومرت قدام عناية كل ذكرياتي معاها من اول مرة تقابلنا فيها وحبنا البعض بيتنا اللي بنينا طوبة طوبة عيالنا هما بيجبر وسطنا شفت احلمنا اللي حلمناها سوا وتخيلت نفسي وانا بواجه حسن وبقوله ان عرفت ان اتجوز علي وخيرت بينا وبينها وشفت انه بيخترها وفضلها عني شفت عنده وتحدي وصادي وهو بيقول لي انا راجل واعمل اللي انا عايزه شفت نظرات الانقصار قدام مراته التانية وهي بتسحب كل حاجة مني شفت عيالي وهما بعياته ومش تحتاطين بيننا وسمعت صوته في ودني وهو بيقول لي انت طالق يا هده ساعتها فوقت بسرعة ورجعت شمطتي مكانها وقلت النفسي لأ مش هسيب بيتي مش هسمح لبيتي يتخرج وبيت واحدة تانية يعمر على حسابي مش هسمح لحد يسرق يسرق احلامي مع جوزي لو واجهته هبقى الوحيدة اللي قسرانه لأ انا هفضل كاني مش عارفة حاجة ووعد مني يا حسن لندمك على اليوم اللي فكرت فيتي تجوز علي ما هو قاله زمان كيد النساء يغلب كيد الرجال ومن هنا قررت ابدأ خطتي خطتي اللي هرجع بيها جوزي مهما كلفني الامر في الاول اتفقت مع ولادي ان كل ما حسن يجي يخرج وانا عارفة انه رايح لها طبعا حد من العيال يعمل تعبان ويقعد يسرق تعبان يا بابا خليك جنبي يا بابا اتخرجش ويسرني يا بابا وطبعا قال بالأب الحناية كان بيخلي غصب عنه يقعد جنب ابنه عشان يطمن عليه ولما الحجة دي بدأت تكرر خفتي لاحظ عشان كده فكرت في حيلة تانية بقى كل ما حسن يقول لنا خارج النهاردة احط له في الاكل منوم وهو وحظه بقى يا المنوم يعمل مفعول بسرعة وينام قبل مال حينزل وهو اصلا نوم طقيل وتقعد يعني العروسة ترن ترن عليه لحد ما قلبها يوجعها يا اما مفعول المنوم يتأخر شوية واول ما يروح لها ينام عندها اول ما يدخل وتقعد تكلم مع نفسها وعشان انا بحب التنوع كنت بابدن ما بين ادوية المنوم وادوية المغينات علشان ربنا يفرجها عليه ويرضل قاعد في الحمال واول ما يروح له اشوفت انا طيبة ازاي ما تتطوعوش انا فرحانة ازاي وهو بيتخانق معاه في التليفون وهي بتقول له انت بتخلق حاجك واعزقك واعزار كل مرة وهو يحلف لها على قد ما كنت يبقى فرحانة على قد ما كنت يبقى هين علي احط له سم مكان المنوم وفضلنا فارضة فطرة على الحال ده هي مش عارفة تتلمى على جزها وتقعد معاه واليوم اللي ما يكونش نازل فيه الامور بتبقى مستقرة وعالي لعي بس بصراحة لقيت الموضوع طويل قوي فقررت اخير الخطة لو بضل ما هي اللي تزهق منه هو اللي يخاف منها اه يا خاة ما تستغربوش عيشتوا في فيلم روعب حقيقي ما انا اصلي غاوية قصص روعب قبل ما يدخل حمام ادخل انا واكتب له على المراية سيب على رستي حسن واول لما يدخل يلاقي المكتوب على المراية يخرج بسرعة هو بيسرع وينتهى علي وانا ادخل بسرعة امسح المكتوب ولما يدخل تاني ما يلاقيش اي حاجة مكتوبة جننته خليته يشك انه مخاوي وبقى خايف يقرب منها تفتكر انها اسقط على كده لا قررت اجيب النهاية غيرت المناو وبقيت اجيب حبوبها الوسى تخيلوا وهو صاحي او هو نايم في الوقت اللي الحبوب فيه تشتغل كنت تلبس عروزه فستان ابيض وغط وشي وامشك في ايدي سكينة وقرب منه كأنه هقتله وهو يقعد يصرخ يصرخ لحد ما يغمى عليه وبعدها اجري بسرعة غير هدوم وخب الفستان ولكني في حاجة حصلت ولما يصحى يا حبيبي من النوم يفتكر كل ده حلم فضلت كذا يوم على كده كل يوم حبوبها الوسى والبس له عروزه مرة مسكة سكينة ومرة مسكة حابله عازة تخنقه ومرة مسدس ويصحى من النوم وهو فاكر نفسه بيحلم وفي مرة قعدت جمه اسأله ما لك ما انتو عارفين زوجة طيبة وقلب حني قلت له مالك يا حبيبي احوالك متغيرة كده للي من دون كل بتقوم من النوم مغدود وبتصرخ بصلي وقاللي حلم يا هدى لا حلم ايه دكابوس كل يوم احلم بشخص داخل علي وعايز اقتل مرة بسكينة ومرة ممسدس ومرة بحبل قلت له عزو بالله مين الشخص ده قال لي هو مرتبك اه هو واحد وخلاص المهم انك متعرفيش التفسير الحلم ده ايه قلت له ده حلم اه وحش اوي يا حسن تقريبا كده في شخص جديد دخل حياتك للفترة الاخيرة والحلم بيحذرك منه انه عايز يقتلك ده مين اللي بيقرعك اوي ده كده يا حبيبي بسكرة ابت برعب وقال لي يقتلني يقتلنا طب ليه انا عملتلها ايه اقصد حملتل ايه حسن يا حرار بقى ماشي يكلم نفسه يصدقوا بقى انه وقفت حبوب الهلوسة لما صعب علي وبقى هو اللي بيحلم بك وباسم نفسه ويقوم بالليل يسره ويقوم ما تقتلنيش ابعدي عني ما أصعب عضو الإنسان هو الوهم حسن بقى يروح لمراته التانية أليل جدا ولما يروح يبقى الآن طول ما هو قاعد معاه ويتلفت حواليه ولو مسجد سكينة عشان تقطع حاجة يسرخ فيها ويقول لها انت هتعمل ايه بيه تقوله ولا حاجة هقطع الأكل بيه يقول لها لأ ما تطلعش أي سكينة وانا قاعد معاك ويقعد يقول لنفسه أكل أكل ايه ده ممكن تحط لي سمي في الأكل لا أنا مش هاكل هنا مش هاكل هنا خالص الستي حرمزه وبدأت تتأكد إنها اتجوزت مريض نفسي أما أنا فخلتي الدنيا عندي ايه وردي وردي بقيجي لقيني دايما لابسة حل ومستنياه وعملاله عشاء رومانسي على دوق الشمو ومعي شادر حسين فهمه وبعمله بكل نحنان وحبه ورومانسي بس طبعا من جوايا كنت بقى عايز أقتله زي موعد على العشاء كده بقى حابب يقعد في بيتنا وحاسس فيه بالأمان وبقى هو بنفسه اللي بيخلع الحاجة عشان ميروحش لمرطة التانية خايف يا حبيبي على عمره ومع الوقت مرطة التانية زهد وهي بنفسها اللي طلبت الطلاقة وهو زي ما يكون ما صدق طلقها على طول ودها كل حقوقها والأهم إنه اعتذر له وقال لها ناسف أنا غلطون صدقيني المشكلة مش فيك بس يمكن اللي بيحب امراته يبقى صعب يعاشر غيرها ونجحة خطتي وحسنت رجعلي يومها جالي ومسك ايدي وقال لي سامحيني يا هدى أنا غلطت في حق غلق كبير أول عملتي نفسي عبيضة ومش فهمة وقلت له غلط ايه يا حبيبي قال لأنا اتجوزت عليك قلت له يا لهوي انت تتجوز علي طب ليه بعد كل الحب والعشر اللي بنا هو أنا قصرت معاك في حاجة يا راجل قال لي كانت لحظت ايش وانا ندمت عليها وعرفت انه كنت هضيح حياتي مع الست العقلة الطيبة الحنينة اللي عمرها ما ظلمتني وما شفتش منها غير الامان والحنية واوعدك انها يعيش عمري كله احاول عواضك عن غلطتي في حقك بسطلو بتأسر كمية أول وقلت له أنا مسامحك مسامحك عشان تجوزي وعمري ما باعش شريتي معاك وعشان أنا زي ما قلت طيبة وفعلا حسن بعد كل ده فدري يكفن على غلطته في حقه ويحاول يعودني بحبه وحنان وما فكرش مرة تانية انه يقرر الغلطتي تاني ولحد اللحظة دي ما يعرفش اللي كنت عارفه وان السبب في كل اللي حصل يمكن تقولوا عليها مجنونة بس الأكد في نظري انه كنت هبقى مجنونة فعلا لو ضيعت بيتي وحياتي اللي عاشت أبني فيه سنين في لحظة